اشتركوا في القناة وهذه دعوة مننا للشباب الكل لنضم لنا ينصر هذه الدعوة ليس للشباب فقط نحن نهتم بالشباب والطفولة والمرأة إذا كانوا اليوم تشوفوا روحكم في نواب الشباب نضعوكم للتصويت رقمنا 31 على ورقة التصويت اليوم إذا كانوا نحبوا نحكيه على تونس حديثة لنحكيه على شباب على ثورة فكرية على ثورة رقمية على إدارة محايدة ومستقلة على حريات شخصية وفردية التي يجب احترامها في الدولة الديمقراطية على تطبيق للقانون على مساوات على توفير الشغل وكافة متطالبات المواطن التونسي اليوم متطالباته ما هيش صعبة برشا اليوم كمواطن يحب أنه نحترمه ذاته البشرية باش يحس بالانتماء للدولة هذية يحب يلقى شغل صحة تعليم نقل اليوم نواب شباب عنده برنامج متكامل ومتشامل مع متطالبات المواطن التونسي اليوم احنا اليوم نحب نمثلوا الشباب ونحب نواصلوا صوت المواطن التونسي لذلك اليوم معاش نجموا نقولوا وين هم الشباب الشباب اليوم موجود وقرر انه يدخل في الانتخابات هذي ومعامل عليكم باش تصوتوا له هذك عليهش اخترنا انه يكون شعار نواب شباب صوتك صوتنا سلام عليكم ومرحبا بكم على هامش انتخابات تشريعية في اختيار نواب الشعب نتقدمو لكم بقيمتنا قيمة الجبهة واللي رقمها 18 الجبهة اللي خبرتوها والجبهة اللي عرفتوا نوابها وكان دي ما صوتهم عالي في الدفاع على مصالح الشعب وعلى مصالح الفئات والطبقات المفقرة فمه برشة مشاكل في الجهة مشاكل ما يمكنش الحيز هذا يستوعبها مشاكل في الفلاحة الفلاح يعاني الدورة المائية ما تنجمش تلبي حاجيات الفلاح الصحة ما عناش صحة اختصاص وما عناش طب اختصاص ما عناش تزيزيات طبية السياحة متاعنا لازم ترجع من سياحة عبور الى سياحة اقامة البنية التحتية متاعنا مهترقة لابد من اعادة تهيئتها باش تستوعب الحركية الموجودة في الجهة ثرواتنا الطبيعية كيف الملح ما فهماش علاش يتصنع في جهات اخرى قادرين اننا نصنعوه في الجهة غادي وبالاساس النجم حقه منه ما كاسب في التشغيل وفي التنمية البطالة وما ادراك ما البطالة والوحش اللي يعانوا منه الشعب الكل توزر تحتل فيه المرقب الثالثة بنسبة 24.8% هذا باش يكون من اولوياتنا وهذا اللي نعدوكم اننا ناضلوا من اجله معاكم هذا كعليش ندعوكم انكم تنتصروا القائمة الجبهة واللي رقمها 18 انتصاركم ديما للحق وللمطالب المشروعة فما قولا نحب نختم بها ديما لصوات الحق يجب تكون ديما عالية لكن مش ديما كل صوت عالي هو على حقه على حقيقة عسلمتكم انا زياد رحال رئيس قيمة حزب بني وطني في قفساء رقم 36 باب الله يرحم الطهر بن حمد رحال كان عامل بالمنجم والتصفات رباني على برش قيم منها العمل والمثابرة والامانة انا نخدم طبيب جراح في سبتار متلوي منذ اكثر من 20 سنة وبحكم مهنتي وتجربة الاجتماعية تمكنت من التواصل مع جميع فئات المجتمع نعرف مشكلهم الاقتصادية ونعرف مشكلهم الاجتماعية بالقدام انا قلت قفصة عايش في قفصة ونقدر في قفصة نعرف الامكانيات الهيلة للجه ووعي بمشاكلها ووعي بالوضع البيئي المخطر بالوضع الصحي المترذي ووعي بمشاكل البنية التحتية المهترئة ووعي بالفقر ووعي بالمزيريا ووعي بالتهميش على جميع المستويات وتأكدوا واللي عاشروني يعرفوني بالقدام مش بالسهل بش نسلم في حقي ولا حق اللي اعطاني فيقتو بش نطالب ونفق حقوقنا المدنية الكل في اطار دولة ديمقراطية لانه الامكانيات الهيلة اللي تمتع بها الجهة من حقها وتخول لها بش تخول لها في نمط اقتصادي خاص بها يضمننا حقنا وحق الأجيال القادمة قال ما في قفصة هذا حزب بني وطني القائم عدد ستة وتلاثين شعارها رمانة أعطونا فيقتكم نعدوكم نبلغوا مطالبكم ونلوجوا على حلول ونبلغوها على أرض الواقع قدمت قائمة التحدي قائمة مستقلة لدخامات الشرعية 2019 غاية هي مساعدة الجهة ومحاولة تحل المشاكل تعاني منها باعتبار أن سيدي بوزيد هي بالأساس منطقة تعتمد على المهدالة الفلاعية وفيها عدة اشكاليات مثل ظهور تسويط على وغاية أراضي الشرعية ثم يخلق منطقة سقوية أخرى وتحصيل أميرة تحتية لمسالك الريفية والاحتنام الماركة الريفية سواء بتوفير الأموال والإمكانيات وتجهيات للمرأة لخلق مشاريع والمساهمة في الوضعية اقتصادية للبلاد وتحصيل وضعياتها كذلك عندنا عدة مشاكل أخرى مثلا فيما تنضيج جلمة عندنا مستشفى الجهوي إلى حد الآن معطل بالرغم من مشاريع المبرمجة وبالرغم من أنه له ميزانية مرسودة منذ سنوات إلى حد الآن نقاع إنجازه نتيجة ربما الأهالي يحسوا أن عملية انتقامية نتيجة غرق الملية بائرة سطعية والمياه التي كانت بشتبشي الولايات المجاورة كذلك عندنا متنديد سباة عسكر وسائل بن عون منطل تقرر إلى إدارة عمومية محلية وتنتقر إلى مراك الشرطة لابد من الوقوف إلى جنمها في هذا الميدان وتقريبا خدمات للمواطن كذلك لضرورة متنديد إخواننا في مزل بوزيان الصندين وعندهم مدة كبيرة من أجل الوصول إلى حقوق المشروع أسلم أنا ساعد مهدي حانتوس وعملي 27 سنة مترشح الانتخابات التشريعية عن حزب القطب قريت في تونس وكملت قرأتي في كندا وتخصصت في ميدان الفينانس في 2011 عاشت ثورة في تونس وأنا تلميذ سفرت وعاشت في كندا وشفت عالم جديد ونظرة أخرى للدنيا من غير ما نبعد على تونس وبلادي جديد ما في قلبي خذيت وقتي بش نشوف نعيش ونفهم اللي صار قبل ما نعمل أي حاجة حتى جين ديكليك قررت نشارك في الانتخابات التشريعية بش نخدم بلادي وبش نسمع ونسمع صوت الشباب في حزب القطب يهمنا مستقبل طول نصف الفرص اللي بش نقلقها للشباب أنا في مجلس نواب الشعب بش ندافع على التعليم والثقافة اللي من غيرهم من أجموش نقدمه ونعيشه في عالم جديد أنت على غيفوليشون يماغيك أنا نيب في باردو بش ندافع على مبدأ المواطنة الفعالة وعلى رد الاعتبار لجالية تونسية في الخارج نحب أنه توانسل كل اللي عايشين في الخارج من اللي بيناسيونو اللي مولودين في الخارج والمهاجرين يتعاملوا كما توانسل كله أنا نيب في باردو بش ندافع على توفير كل الإمكانيات لتعليم ابناء جالية تونسية في الخارج اللغة العربية وتاريخ بلادنا مع حزب القطب سمع صوتك واختار النجمة والقلم ورقم 29 وأهم حاجة امشوا صوته خاطر تونس بلادنا شكرا السلام عليكم أنا محمود عمامو أستاذ بالمعهد العالي الفن الجميلة بسوسة أصحابي وزميلاي في الفن والهندسة قالوا لي يا محمود هاش ما داخلك للسياسة الهندسة والفن هذي حاجة باهية والسياسة شيء آخر أنا نقول هذا صحيح أما وقت اللي نشوف الفشل السياسي وحالة بلادنا قلبي يوجعني وما نقبلش باش نكون مجرد فريجي السياسة نعطي وهنكها جديدة بالإرادة الصادقة علش لا فهالوم ولي تونس وهالوم ولي إنقاذ الوطن وهذا لدفعني باش ندخل إلى حركة هالوم ولي تونس وهي حركة سياسية مدنية أساسها ضباط سامونة متقاعدون من مؤسسة الدفاع الوطني مبادئنا الانضباط والالتزام والإنجاز بعد الفشل السياسي والأخفاق الحكمي التي تعيش فيه بلادنا الحركة متاعنا تطمح إلى تمكين المواطن من العيش الكريم وضماني حقوقه وسعادته سوسة جوهرة الساحل تمتد من بوفيشة إلى سيد الهاني مرورا بالكندار والبشاشمة سوسة حبها تكون فعلا جوهرة جوهرة الساحل بقلعتها الكبرى والسعر وبدون تلوث بيئي الوطنية عقيدتنا والإنضباط ركيزتنا والإنجاز وعدنا فهل أمو لمجد تونس أنا غازي مربط رئيس قيمة عيش تونسي أريانا الرمز لانتخاب متاعنا قلب أصفر عدد قيمتنا 29 أحنا التوانسة اللي عيشتنا صعبة في بلادنا أحنا سكان ولاية أريانا اللي معاتش طيقين التحرش البركاجات الرشوة والفساد اللي معاتش قابلين نموتوا في السبيترات ولا في الفيضانات أحنا اللي رفضين الظلم أحنا اللي نحبوا نعيشوا بقدرنا في بلادنا أحنا اللي نحبوا نعيشوا حياتنا نحبوا نفرحوا عائلاتنا ونظنوا مستقبل شبابنا أحنا اللي نحبوا نعيشوا مع بعضنا قررنا بش نسترجعوا حياتنا قررنا بش نسترجعوا بلادنا هذاك علاش بش نتبقوا وثيقة التوانسة اللي صادقوا عليها أكثر من مليون تونسي وتونسية ونلتزموا أن نحلوا دوسيات الفساد خاصة في الموارد الطبيعية ونحاسبوا الانتهازيين والفزديين ونلتزموا زادا أن نستثمروا في فلحتنا وفي خيرات بلادنا كما باش نستثمروا في طاقتنا ومواردنا البشرية وباش نزيدوا نأكدوا اللي احنا صادقين جديين وخاصة مختلفين عن بقية الطبقة السياسية اللي حكمتنا واللي مزالت ناوية باش تحكمنا نتعهدوا كيف تنتخدوا قائمة عيش تونسي أريانا أن نتخلاوا عن الحصانة البرلمانية على الامتيازات وأننا من مرسوش السياحة الحزبية نعملوا عليكم أعطيوا فرصة للقائمة عدد 29 في أريانا صوتوا عيش تونسي عسلامة أنا محمد عادل بن أحمد قلالة عمر 51 سنة متزوج وعندي ثلاثة صغار تربيت على قيم الجمهورية في عائلة مناضلة أنا حاليا أستاذ تعليم عالي في وزارة دفاع بديت مصاري المهني في التعليم العالي بالمحط التحذيري في المستير ثم التحقت بوزار الدفاع لتدريس بالأكاديميات العسكرية وتم تكليفة بعدة مسئوليات نذكر منها الإشراف على إحداث وإدارة مركز البحوث العسكرية نتقدم اليوم كرئيس قائمة أفاق تونس عن جهة المنستير ورقمها 38 هذه القائمة متكاملة ومتنوعة فيها الموظف والطالب والعامل وصحب المؤسسة بعد الدورة الأولى لانتخابات الرئاسية الشعب عبر على عبر على تطلعه لإصلاح عميق للبلاد من ناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ونحن اشتغلنا في أفاق تونس على برنامج فيه رؤية متكاملة وواقعية تمكننا من المساهمة الجدية في هذا الإصلاح نشرف اليوم كنتقدم على جهة المنستير في القائمة عدد 38 وليت المنستير التي تعتبر رائدة بفضل عمل وتفائل ونضال أولادها اليوم عندها عدة مشاكل اجتماعية واقتصادية وبئية وفي برنامجنا مش نعارض البلاديات والإدارات الجهوية لتحقيق برنامجها التنموية وكذلك مش نعتنيه بمنظومة التعليم العالي من الرياض الأطفال إلى الجامعات وكذلك بمنظومة البحث العلمي للموذي نحو الاستثمار في الاقتصاد الذكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم حافظ خليف فني قيصراضي متخصص في إنزاز المشاريع الكبرى والصغرى ورشحكم للإدخابات التشرية 2019 على دير تسفاق سواحد القائمة رقم تسع قائمة مستقلة ورمز المنظار برنامجها واضح وواقي ما نحناش بمتاع وعود زيفة ما نحناش بش نمشيون بلطوا احنا مشيين نتكلموا ونكشفوا ونفقوا المشاريع احنا مشيين نعطيوا للحياة معنا جميل في ربوع الحنشة، جبليانة، منج الشاكر، العامرة، سخيط الزيت، سخيط الدير، قرغنا بير علي بن خليفة الأرض الخصبة عمرها متبور والأرض الراوية عمرها متعتش والبحر عمره ما ينشف والناس الباهية عمرها بتبيع أصواتكم أمانة وحنا قدل أمانة احنا ولاد الحومة، ولاد الأحياء عشرتنا دائما عمرنا ما نتغيره وعمرنا ما نخونه وعمرنا ما نسوا أصلنا احنا تربينا في خدمة أهنا ومالينا احنا ساعاتنا كينشوفوكم لباس كنروا الفرحة ببيوتكم كنسهلوكم عاشتكم كنفضو لكم مشاكلكم كنركم فرحانين وزهيين نعم القايمة رقم تسعة صوتونا متندموش صوتونا وحنا نعودوكم بثبات ودوام ينقبر خام وما يقعد في دائر السفاقس كنرقم تسعة قايمة المنظار أحسن ما تختار بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على أشرف المرسلين أيها المواطنون أيها المواطنات يا أحرار ولاية تكبلي الأشاوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتقدم إليكم أنا مسحميد رئيس قائمة الحزب الدستور الحر عن دائرة تكبلي المترشحة للانتخابة التشريعية 6 أكتوبر 2019 أتقدم إليكم أعضاء القائمة رقم اثنين وكلنا ثقة وعزم ثقة في نيل ثقتكم الغالية وعزم على تغيير الواقع الردي نحو الأفضل المنشود يا أهلين في كل معتمديات الولاية إن قائمة الحزب الدستور الحر القائمة رقم اثنين تدعوكم للتصويت لها بكثافة يوم الحد 6 أكتوبر 2019 فهلموا جميعا لينقاذ ما تبقى من وضع يزداد سوءا يوما بعد يوم في تونس عامة وخاصة في جهة نفزاو فولاية كبلي التي تزخر بكمية هائلة من المياه وأحاتها عطشة وهي التي تتصدر إنتاج التمور وتعاني كل سنة من عمليتي التصدير والترويج نظرا لغياب الهياكل التنظيمية وخاصة ديوان التمور وهي منتجة لأهم الثروات الباطنية من غاز وبترول وشبابها يشكل بطالة وإن نسينا فلننسى الوضع الصيحي الكارثي بالولاية جراء غياب أطباء الاقتصاص وفقدان الأدوية ونفس الملاحظة تساحب على الوضع الاجتماعي والعقاري والبيئي وقطاع النقل المسلك الفلاحية ووضعية المرء الريفية وخاصة العاملة منها في القطاع الفلاحي أيها الأخوة والأخوات من أجل تحسين كل هذه الأوضاع المتردية بجهتنا ندعوكم للتصويت القائمة رقم 2 قائمة حزب الدستور الحر ونعيدكم بالعمل على تحقيق أهدافنا المرسوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم قائمة البنية التحتية والفلاحة أولوية برنامجنا واضح نحن في الميدان ونعرف مشاغ المواطنين في بوع عرقوب وقرنباليا وابن خلاد وتاكلسة ومنزل بوزلفة وارياف سليمان والحمامات وراه وضعنا في المناطق هذه الكل كيف كيف أغلب مناطقنا غايب عليها التنمية والفلاح مشلق يشكون يحلوا مشاكله انتخبوا قائمة البنية التحتية والفلاحة أولوية وشعارها التركتور ونوعدكم به تعميم إنجاز شبكات التطهير تعبيد الطرقات المهترأة بالأرياف والاهتمام بالمسالك الفلاحية تدعيم شبكة الهاتف القار وتقوية شبكة الهاتف الجوال بتقنية الفيبروبتيكة التي تخلت الشرجمون أسرع بـ 21 مرة من العديد سال العمل على توفير المعلومة الجيدة والمفيدة للفلاح من خلال إعادة منظومة المرشد الفلاحي تبسيط الإجراءات لتمتيع الفلاحين بقروض طويلة المدى تسهيل حصول أبناء الفلاحين والعاتلين على العمل على أراضي فلاحية دولية شريط التمتيعهم بتكوين في المجال لتحسين الإنتاج انتخبوا قائمة البنية التحتية والفلاحة أولوية عددنا أثناش وشعارها التركتور بيش ونقوموا بأحداث المؤسسات التربوية وتكثيف الرحالات النقل المدرسي في نص النهار للحد من الاكتظاظ والانقطاع المبكر وعمليات الخطف والنطرة للتلاميذ ونساعدوهم في تحسين نتائج إيجابية وكذلك للعمل على إحداث ملاعب الأحياء في كل مكان بالإضافة لأحداث منتزهات لترفيه المواطنين انتخبوا القائمة عدد أثناش في نابل أثنين مواطنون مواطناتنا في ولاية منزرت الحزب الدستوري الحر يتقدم في ولاية منزرت قائمة للاستحقاق التشريعي رقمها 3 رمزها المشعل شعارها صوتكم غالي صوتنا عالي مواطنين الحزب الدستوري الحر يتقدم للانتخابات التشريعية برنامج كامل ومتكامل فيه الجانب السياسي اللي يهدف إلى إرجاع هيبة الدولة والمؤسسات عبر تغيير الدستور والقانون الانتخابي واللي يحمل فيه أيضا جوانب الاقتصادية والاجتماعية هدفها إرسال مثال جيد للتنمية يرتكز على إرادة سياسية تهدف إلى خدمة المواطن ورفاهيته مواطنين الإجلاء ولاية منزرت ولاية مخزونها كبير وقادر على أن الولاية هذه يجعل منها أحسن ولايات الجمهورية التونسية وأحسن من الوضعية التي هي موجودة فيها إشكاليات ولاية منزرت كبيرة فيها المشاكل المشاكل متع المنطقة الصناعية متع أغزالة متع سجنان ماطر فيها بنية إساسية مهترأة فيها منطقة صناعية في أغزالة بحاجة إلى جلب الاستثمارات مواطنين صوتوا للقائمة رقم 3 اللي رمزها المشعل والشعارها صوتكم غالي صوتنا عالي ونعدوكم أنه بش نعملوا مع بعضنا من أجل مصلحة الولاية بسم الله الرحمن الرحيم سلام على حرار قابس وحرارها أولى بوابة الجنوب التونسي العريق ومقل حضارات متعاقبة لا يخفي علينا ما تحملت هذه الولاية الشامخة عضاراً وتاريخاً من ظلم على مداء عقودها على حديث من ربوع هذه الوطن وما تهنيه إلى حد الساعة من طبوعات حكم جار وهمال أولى مشاكل التي سنسعى لحلها إن حملنا الأمانة الحكم هي الكارثة البيئية والصحية التي تعاني منها جابس التلوث الصادر من المصانع ومن هدافنا الأولوية القصوى الحث على إنشاء المستشفى الجامعي بجابس جابس منطقة عبور فمن غير معقول عدم وجود محاطة النقل بري مستقلة بذاتها وسط مركز المدينة غنوج تحتاج إلى ميناء صيد بحري مجهز بكل المرافق كذلك الزراعة السقوية تحتاج دعما كاملا خاصة بمعتمدية مارث مطمطة تلك القرية الساحرة لا تزال مهم لا من قبل جميع إلا من بعض أهليها ولا دعم يذكرهم للدولة لتحسين الحركة السياحية بها ولتحقيق هذا الهدف يجب توفير أرضية المناسبة وخاصة تحسين البنية التحتية الحامة المدينة العملاقة التي يذكرها تاريخ برامج القرية الاستشبائية مشروع الأخبيات لا بد من أحدثهم هذا برامج سيكون دعما للشباب لقضاء على أزمة البطالة إنما الثورة فكر ولا أو لا تكون خلال عشر سنوات وتونس تبحث عن الاستقرار تبحث عن التواجد تبحث عن التموقع لأن شمل الميادين وكل تقريب تهميش كبير هلوموا لتونس كحزب مدني جاء غيرة على هذا الوطن لا حبا في المناصب والكراسي وأنما غيرتنا على هذا الوطن لإصلاح من خرم والهدف بالخصوص يتعلق بالتعليم والفلاحة والصحة العمومية لأن هذه القطاعات الثلاث تهم المواطن مباشرة لذلك يقر حزبنا على إصلاح هذه القطاعات وبعدها بطبيعة الحال تأتي الإصلاحات بالتتالي للقطاعات الأخرى كالإدارة والثقافة وغيرها ولا بد هنا للمواطن أن يعي بطوره الفعال في إنجاح هذه الأهداف السامية نسميها السامية نعم وأن يحاسب كذلك الحزب في مرحلة تالية في تقديم هذه الاقتراحات وشكرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر المرسلين أهالينا أحبتنا في ولاية تطوين الأبية نحن أعضاء القائمة عدد 31 دائرة تطوين الانتخابية لانتخابات الشرعية لنا عظيم الشرف للدفاع عن مشاغلكم التي درسناها حسب برنامج طموح اه اعتمدنا فيه كل مشاغل الجهة اه رعينا فيه كل نضالات جهتنا من معارك التحرير إلى ملحمة الكامور والشهيد أنور السكرافي برنامجنا يتمحور في جميع النقاط وجميع المشاغل سواء في الميدان ميدان التشغيل والذي نرى أنه شبابنا مهمش ونطالب بإعادة برنامج التشغيلي في الجهة كذلك في الميدان البنية التحتية التي تعاني من من وليتنا تعاني من العزلة كذلك في ميدان الصحة وحدث ولا حرج ومن يعانيه من من مشاكل كذلك في ميدان في ميدان الفلاحة وميدان الاقتصادي والاجتماعي كل هذه المشاغل درسناها جيدا نحن أعضاء هذه القائمة نطلب دعمكم يوم 6 أكتوبر 2019 ولنا موعد نحن معكم وإليكم بسم الله الرحمن الرحيم مبادرة أنقذ تونس الكاف رقم 39 هي مبادرة وطنية عندنا مجموعة من القائمات المستقلة في تونس منها ما يحمل مباشرة اسم أنقذ تونس ومنها ما يحمل اسم محلي على أن نجتمع بالنهاية في البرلمان لنكون كتلة برلمانية وهذا هدفنا أنقذ تونس لأن تونس تحتاج إنقاذ بعد ثورة طالت إلى حد ما ولا بد أن نعيدها إلى مسارها الصحيح جاءتنا بالديمقراطية والحرية ونريد لهذه الديمقراطية الآن أن تثني بالتنمية أنقذ تونس هي مبادرة جاءت من مجتمع مدني ناشط في مجال التنمية منذ الثورة وقبلها في الكاف مثلا أنقذ تونس الكاف 39 أقود أنا مقدد إسعاد أستاذ جامعي هذه المبادرة ومعي ثل من أبناء الكاف طبيبة في مستشفى الكاف وأستاذ رياضة وحاملي الشهاد امرأة حاملة الشهاد دون عمل ونشيطة في هذا المجال المجتمعي وموظفين في الصحة والتجهيز وغيرها نتقدم إلى أهل الكاف نعيدهم أن ندافع على كل مقاومات الكاف حيث ما كنا بسم الله الرحمن الرحيم ما رضا الله إلا برضا الولدين أنا عبد سلام الرقاد رئيس قيمة صوت الأهالي لدائرة ولاية مدنين أنا تشجعنا وعملنا قيمة مستقلة مجموعة من الشباب وشابات في ولاية مدنين على أساس أننا باش نخدموا جيهتنا على أساس أننا باش نكونوا صوت الأهالي بالرسمي صوت أهالينا في بنخداج صوت أهالينا في ولاية مدنين الكل صوت أهالينا في القصبة صوت أهالينا في بغرارة صوت أهالينا في جربة في سدويكش في جلالة في جرجيس في الجريبيس في أي مكان من ولاية مدنين راكم بحول الله باش تلقونا من موجودين معاكم وفي كل وقت ما تستحقونا باش نعملوا مكتب في ولاية مدنين للاتصال المباشر باش نعملوا فيه معناها شكون متواجد دائما الغادي وبقدرة ربي ونكونوا صوتكم اللي باش نوصلوه للمركز وفي مجلس نواب الشعب نحبوا نحبوا التضييق الأمني اللي ساير على الجهة الفلاحة الصحة المشروع الصيني كلية الطب قانترة أجيم هادموا الكل بقدرة ربي باش نواكبوهم يوميا ونحب نحيي زملائي في شركة تنسي الكهرباء والغاز نحب نحيي أعضاء قائمتي الكل وبرك الله فيكم السبع الرحمن الرحيم صلاة وسلام على أشرف المرسلين أختي الناخبة أخي الناخب تتقدم قائمة صوت المستقبل للانتخابات التشريعية لنا لثيقتكم من أجل خدمة مدن وقرى ولاد جندوبة كما تسعى قائمة المستقبل لإيجاد منوال تنموي وراعي خصوصيات المنطقة وذلك من خلال أولا المجال الفلاحي وساعد الفلاحين على جدول دوينهم في خصوص المياه السقوية متابعة تهيئة المسالك الفلاحية مما يسهل على النقل غير المنتظم نقل العاملات الكادحات دون خطر بعض مناطق سقوية جديدة ومراجعة مجلة الغبات أما في مجال الصناعي تهيئة المناطق الصناعية من أجل استقطاب المستثمرين وتسهيل العمل إحداث صناعات تحويلية تتلائم خصوصية الجهة في مجال الصحي تطوير المستثفى الجهوي بجندوبة إلى مستشفى جامعي مما يؤدي إلى بعض كلية طب جامعي سيانة التجهيزات الطبية بالمستشفيات المحلية بالجهة دعم الجهة بنوارد البشرية الضرورية وخاصة أطباء الاقتصاص مجال السياحي متابعة مشاريع التي لم تنجازها تهيئة منطقة سياحية فجل الأطلان عند راهم إحداث مسعد هواء تلفريك يربط ما بين عند راهم وطبرق وهو حلم عند راهم دعم سياحة البيئية والثقافية أما في مجال النقل الغير المنتظم تكسيو الواج نقل ريفي الترفيع في الامتياز الجبائي وفي الأخير أخواني أخواتي صوتكم أمانة مسؤوليتنا صوتوا إلى صوت المستقبل القائمة اثنين وربعين بسم الله الرحمن الرحيم عادل حمودة رئيس قائمة صوتكم أمانة عن ولاية مننوبة يا توانسة صوتنا له أمانة وإحنا قائمة مستقلة عن الأحزاب وموالا لكم ونتوما في صوت انتخابتونا في انتخابات الشريعية في 2019 باش نكون في مجلس نواب لاني معارض ولاني موالي باش نكون مع مصح الوطني لتوانسة مع اختيار الفلاحة هي لولة مش سياحة الفلاحة لولة ثم سياحة ومن بعد نتعدي والتوريد نقسم من التوريد ألمحوا لولة للبلاد نقسم من التوريد وقتها انتاج تونسي يظهر هذا فيما يخص حول اقتصادية فيما يخص أمور سياسية نقف مع كل حكومة تحافظ على محافظة على قدرة الشرائية للموت والمحافظة على الدعم للتوانس وليس الدعم مثلا السكر مثلا دينار ومن يخلوش في السوق نشيو 1500 ولا زيت مدينار ومن يخلوش في السوق نشيو زيك تاني مصفى علينا ولا كراس المدعم موجود بالاسم وما في ملشة اللي هي حبوة الدولة تحافظ على مستوى قدرة الشرائية للموت وفي الجانب السياسي للنائب أيضا خارج المجلس باش يكون قريب للمواطنين باش يخفيسم على المواطنين بفموا للمنائب يسمحهم مش كلمة يتعدى عشان مقر مقر نحط فيه النايب وخط فيه سكرتير ومن ميل الخاص تتلها بالنائب ومثل ما تختاروا صوتكم أمانة رقم 6 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي يدخلني مدخلة صدقا واخرجني مخرجة صدقا واجعل لي من لدنك سلطان النصير يا ابنة تونس واحد يا ولاد الحومة يا ولاد الحومة العرب جيناكم بقايمة اسم حومتي مسؤولتي جيناكم بقايمة رقمها 45 فيها عزدين البعلوش رئيس القايمة من الكبرية فيها نبيها من باب حر فيها سلاحة طرابلسي والسيد حسين فيها حنان من الملسين فيها محمد الفتحلي من حي الزهور فيها الواهمة اليونسي من بنت جبل الجلود فيها شمس الدين الجلسي والد الوردية وفيها ريال بن عثمان من المدينة وباب سويقة فيها سلاحة من الحرارية والزهروني جيناكم وانتم تعرفوا اللي احنا في القايمة هذه جايين باش نخدموا منطقتنا كافانا اليوم باش انو ناس كل واحد يجي هز من عنا اشي يحب احنا جينا ببرنامج برنامج بش انتهروا كسبخة السيجومي كسبخة اللي حقها من قبل راي منطقة سيحية كسبخة اللي من المفروض اليوم راي جنة على وجه الارض تصوروا انتوما ردونا مزبلة بتاع تونس كل شي صب فيها غادي وكملوا علينا بمصب زبلة حتى كينقلوهم الكبرية هزول سيد حسين مافهمتش معناها مسمينا احنا كالنا سبالة لن يمروا اليوم لحت حد مبشي جينا وهز خيراتنا ماخلو حتى حد الكل يدينا بيدينا بعضنا ومع بعضنا بش ننقضوا تونس واحد مع بعضنا بش نجعلوا منتونس واحد جنة اتأكدوا اتأكدوا وتأكدوا انتم مواثقين اننا رانا احنا ولاد الحومة واني احنا رانا بش ننشحوا معاكم وبيكم وإليكم ومعاكم على طول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم شاهد رياحي رئيس قائمة مستقلة مستقبل بلادنا عدد 51 دائل الانتخابي 2 برنامجنا يضم النقاط التالية تحسين القدرة الشرعية التعليم المجاني لكل مواطن الصحة ومراجعة منظومة الصحة وتوفير الخدمات الصحية النقل اسلاح قطاع النقل وضمان سلامة المواطن على مستوى الاقتصادي دعم الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار والطفولة بتبيع ضرورة العناية بالطفولة والإيحاطة الكاملة البرنامج اللي سمعتوه نسمعوه فيه كل يوم من 2011 من عند لحزات وما صار فيه حد شيء والدليل الحالة اللي عايشين فيها اليوم من فقر وابتالة وسخ وحجرة احنا قائمة مستقلة على دولة وخمسين ولاد خزنا دار ولاد بورتال ولاد خسار السعيد والمرسى والكرم ولاد باردو عايشين في المشاكل اللي دائعة وناعرف حلولها وهذا بفضل العباد اللي محيطة بنا اليوم اخترنا رئيس مستقل ولازم تكوين برنامج مستقل هذا كعليش شعارنا هو مستقبل بلادنا مستقبل بلادنا بالليدينا شكرا اشتركوا في القناة